أهلا بكم في آب أغسطس من العام الماضي أسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة شبح إسرائيلية قال بيان للحرس الإيراني وقتها إن طائرة التجسس الإسرائيلية كانت تقترب من موقع نطانز النووي وسط البلاد هذا الخرق الجوي الإسرائيلي لإيران لم يكن وليد الصدفة بل جاء نتيجة محاولات عدة ساعت خلالها تل أبيب لمهاجمة مواقع عسكرية ونووية إيرانية لكنها اضطرت للتراجع بناء على نصيحة من الجيش عدة سيناريوهات رسمت للعدوان الإسرائيلي ضد إيران وللمسارات التي كانت ستسلكها الطائرات الإسرائيلية في حال إقرار أي من هذه الخطط كشفتها صحيفة يدعوت أحرنود والتي تحدثت يومها عن ثلاثة مسارات أساسية يتعين على المقاتلات الإسرائيلية اعتماد أحدها للوصول إلى المواقع والأهداف الإيرانية المستهدفة المسار الأول هو المسار الذي يمر فوق الأراضي السعودية إلى إيران المسار الثاني وهو الذي يمر عبر سوريا وتركيا فإيران أما المسار الثالث بحسب الصحيفة نقلا عن مصادر أجنبية فيمر عبر الأراضي الأردنية ومن ثم عبر العراق إلى إيران ويبقى بالإضافة إلى هذه المسارات مسار رابع لكنه طويل ومعقد إذ يمر فوق البحر الأحمر ومن ثم باتجاه مضيق هرمز وصولا إلى إيران دون أن تمر المقاتلات الإسرائيلية فوق أي من أراضي الدول العربية المجاورة لإيران أما المواقع التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية ضمن بنك أهداف طائراتها الحربية فهي منشأة تخصيب اليورانيوم في ناتانز وفوردو ومنشأة تخزين المواد المشعة في كرج ومركز أبحاث التكنولوجيا النووية في أصفهان ومنشأة برشين العسكرية إضافة إلى العديد من المطارات ومواقع رادرات الدفاع الجوية